بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن ولاه اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضى ولك الحمد أبدا أبدا لك الحمد ربنا كما تحب وترضى فخذ بنا واصينا للبر والتقوى لك الحمد كما ينبغي للجلال وجهك ولعظيم سلطانك لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملأ السماوات وملأ الأرض وملأ ما بينهما وملأ ما شئت من شيء بعد لك الحمد ربنا لك الحمد كله اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله على نيته وسره فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير وصلاة وسلاما دائمين متلازمين على الرسول المصطفى والنبي المجتبى سيدنا محمد جميل الذات وكامل الصفات وسيد السادات ونور الموجودات اللهم صلي على سيدنا محمد نور الأنوار وزين المرسلين الأخيار وأفضل وأعظم وأكرم من أظلم عليه الليل وأضاء عليه النهار صلي يا ربنا عليه صلاة دائمة بدوام ملك الله الواحد القهار وعلى آل بيته الطيبين الأطهار وارض اللهم عن الصحب الكرام من المهاجرين والأنصار وارض اللهم عنا معهم برحمتك يا عزيز ويا غفار اللهم آمين آمين مشاهدين الكرام السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا ومرحبا بحضراتكم مع حلقة جديدة من برنامجكم خير الكلام على شبكة تلفزيون الحياة في هذا الشهر الكريم في هذا اليوم الكريم هذا اليوم العظيم المبارك خير يوم طلعت عليه الشمس كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة كذلك أيضا في يوم الجمعة ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه على أرجح الأقوال اللي هي الساعة اللي قبل الغروب نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا في هذا اليوم العظيم ممن دعاه فأجابه اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته ورغب فيك فنفعته وتوكل عليك فكفيته واستهداك فهديته واستنصرك فنصرته واستجار بك فأجرته واستغفرك فغفرت له يا أرحم الراحمين تقبل اللهم صلاتنا وصيامنا ودعاءنا وسائر أعمالنا واجعلها ربنا خالصة لوجهك الكريم اللهم أمين لا شك أن رمضان مدرسة مليئة بالخيرات رمضان اللي هو شهر رمضان يعني مليئة نفحات وبركات وخيرات من هذه النفحات اللي لازم نتعلمها ونعلمها لولدنا ونذكر نفسنا بها أن رمضان شهر الانتصارات فأجمل الأحداث وأقوى الأحداث اللي حدثت مش بس في التاريخ الإسلامي لا في حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كانت في شهر رمضان يا حضرات وكلنا يعلم الحقيقة أنه الناس تعلم الظاهر ولا تعلم ما في السرائر مش كده جاهلت عيون الناس ما في داخلي هو أحد يعرف اللي جوايا إيه؟ مش عارف اللي جوايا أنت بتشوف الشكل الخريب تقولوا الله فلندا مبسوط قالوا الله ده فلندا كويس ده هادي كده إنما الداخل لنا ولا حضرتك نعرف الداخل جاهلت عيون الناس ما في داخلي فوجدت ربي بالفؤاد بصيرا يا أيها الحزن المسافر في دمي دعني فقلبي لن يكون أسيرا ربي معي فمن الذي أخشى إذن ما دام ربي يحسن التدبيرا وهو الذي قال في قرآنه وكفى بربك هاديا ونصيرا هو اللي هيهدينا ربنا واللي بينصرنا ربنا عشان كده الآية اللي جاءت في صورة الفرقان في الجزء التسعتاشر وكفى بربك هاديا ونصيرا هاديا الهداية بيد الله بالمناسبة صورة الفرقان خدت آخر الجزء التمنتاشر وأول الجزء التسعتاشر يعني آخر الجزء التمنتاشر ده موجود في صورة الفرقان وأول الجزء التسعتاشر برضو موجود في سورة الفرقان وقال الذين لا يرجون لقانا المهم الآية معنا في سورة الفرقان وكفى بربك هاديا ونصيرا إنت دايما تدعي أن ربنا يمن علينا بالهداية صح ودايما تدعي أن ربنا ينصرنا جميل النصر بقى من عند الله إحنا شفنا ده واضحا جليا في دروس عظيمة تمت في رمضان أقول لحضرتك على حاجة عجيبة وحدثت في مثل هذا اليوم كمان يوم الجمعة فمعركة الفرقان اللي ربنا قال فيها ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذل يبقى النصر اللي جاء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم كان في شهر رمضان وكان في يوم الجمعة فكانت غزوة بدر اللي هي يوم الفرقان ليه يوم الفرقان فرق الله بين الحق والباطل كان فيه فئتين فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة شهر سبحان الله اوعى تتخيل أن ربنا هيخزل الحق إطلاقا ربنا ينصر الحق وما النصر إلا من عند الله ده كانت غزوة بدر يوم الجمعة سبعتاشر رمضان سنة اثنين هجريا اللي مع بداية المعركة إحنا عايزين نعيش جو إزاي الانتصارات إزاي إزاي ربنا ينصرك إزاي ربنا يحقق لك أمالك إزاي ربنا يكرمك إزاي ربنا يمن عليك بالخير فيوم الجمعة سبعتاشر رمضان سنة اثنين هجريا كانت غزوة بدر ويوم الجمعة برضو عشرين رمضان سنة تمانية هجريا كان فتح مكة والحدثين دول يمثلوا حاجة كبيرة أول للنبي عليه الصلاة والسلام والله يا حضرات بدر دي أنتوا عارفين من المعركة الوحيدة أنه اللي حضرها انصبغ بصبغتها أو خد اسمها أو خد طيتل منها هي معركة بدر يعني كان فيه غزوات مثلا ايه بدر وأحد مش كده وغزوة بني المستلق غزوة بني خينقاع غزوة بني النظير غزوة بني القريضة الغزوة الوحيدة اللي اللي حضرها انتسب إليها وأضيف إليها كانت بدر يعني مثلا اللي حضر غزوة أحد ما بنقولش فلان الأحدي لا لا إنما كل اللي حضر بدر يطلق عليه بدري آه والله شكرا 314 صحابي آه 314 صحابي دون اللي شاهدوا بدر النبي قال عنهم لعل الله اطلع على أهل بدر فقال عملوا ما شئتم فقد غفرت لكم أي اسم من الثلتمائة واربعتاشر لو جيت حضرتك تعمل بحث عنه عشان تعرف السي في بتاعته حتلاقوا لك فلان الفلان آه بدريا إيه بدريا دي ده ختم الإيمان بقى ده وسام الإيمان من الطبقة الأولى فغزوة بدر دي كان تمسح حاجة كبيرة جدا والقرآن نتكلم عنها وسمها يوم الفرقان المعركة اللي كان فيها الملايكة تقاتل مع الصحابة رضوان الله عليهم وفيهم سيدنا النبي وفتح مكة لأنه أنتم مش متخيلين فتح مكة ده كان يمثل إيه للنبي عليه الصلاة والسلام ده منتهى أمل النبي يعني أنت كنت تسأل النبي عليه الصلاة والسلام أبلا نفسك فيه ولك مكة تتفتح التلتمائة وستين صنم حوالين الكعبة يزالوا ويكون الدين كله لله ده منتهى أمل النبي أنه يتفتح مكة عشان كده ربنا قال عقب فتح مكة إذا جاء نصر الله والفتح بالمناسبة ده آخر صورة نزلت في القرآن إذا جاء نصر الله والفتح اللي هو فتح مكة ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا يا سلام على الجمال يا سلام على العظمة الانتصارات ده يا حضرات المخدمة واسف في حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام إنما تقرأ التاريخ الإسلام هتلاقي شهر رمضان ده كله 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 شهر انتصارات وعندنا في مصر الكنانة في مصر الحبيبة كانت معركة التحرير حرب التحرير اللي هي العاشر من رمضان اللي هي السادس من أكتوبر سنة تلاتة وسبعين شوف فرمضان شهر الانتصارات ده يعلمنا إيه بقى إحنا عايزين نصل لإيه عايزين نصل إزاي تتحقق وما النصر إلا من عند الله ما هو النصر من عند ربنا كيف نصل إلى هذا النصر هو في حد مش عايزة ربنا ينصره في حد ما نفسوش في النصر يا حضرات في حد ما نفسوش في النصر أو ربنا يعلمنا في القرآن يا أيها الذين آمنوا ان تنصروا الله ينصكم ويثبت أقدامكم عايز ربنا ينصرك ما هو النصر من عند الله ربنا اللي قال كده وما النصر إلا من عند الله بالمناسبة في الأساليب اللغوية لما تبدأ بالنفي وبعدين استثناء ده يفيد حاجة اسمها الحصر زي إيه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما دي الأولانية ما نافية ما أرسلناك إلا وهنا استثناءه إلا رحمة للعالمين ده يفيد الحصر يعني يعني النبي ما جاش إلا رحمة تب ما جاش حاجة تانية تب ما جاش نقمة يعني استغفر الله تب ما جاش عذاب تب ما جاش هلاك لا 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 وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بقى ده بيفيد إيه الحصر لما تلاقي الجملة تبدأ بنفي وبعدين يجي استثناء يبقى ده حصر طيب وما النصر أدنا فيه إلا من عند الله يبقى ده مش هتلاقي في أي حتة تانية والله ما هينصرك إلا ربنا والله ما هيرد مظلمتك إلا ربنا والله ما يجيب لك حقك إلا ربنا والله ما هيكرمك إلا ربنا سبحانه وتعالى فرمضان بيغرس فيه وبيجدد العهد ده بيقول لي خد بالك خليك على العهد مع الله عز وجل أنه هو اللي هينصرك جميل هو اللي ينصرنا هو ربنا أجيب إزاي النصر بقى ده السؤال لأنه أنا أعلم أنه كثير من الناس اللي في كرب ومحنة واللي حسنه ظلم واللي حسن التاخذ واللي حسن نسولي بحقه وكان عايز ربنا ينصرني الله يقول يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم الكلام يطول إيه رأيكم إن إحنا نعيش تعالوا كده نرجع بالذاكرة عبر القرون الخاليات ونتخيل كده إن إحنا مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في بدر نشوف إيه اللي تم ونشوف النبي إيه أداء النبي عليه الصلاة والسلام وإيه أداء الصحابة وعملوا إيه عشان نتعلم منهم عشان يبقى دا منهك حياتنا في رمضان وفي غير رمضان طبعا إحنا عارفين القرآن يقول إيه كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون سبحانك يا رب وده درس مهم جدا يا حضرات أحيانا تبقى خارج لمكان أنت تعبان ومتدايق أو هتعمل حاجة أنت مش حبيبها أو قلقا منها أو خايف أقولك لا ما تخافش ربنا موجود وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شعر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون أم أهلين الناس الطيبين من زمان وأنا رجل فلاح ومترب في القرية كنت أسمع جملة يقولك اللي تخاف منه ما تلاقي أحسن منه سبحان الله البداية نفسهم وهم خارجين وهم مش خارجين لمعركة أصلا النبي معاة 314 صحابي خارجين من المدينة المنورة وهم خارجين مش عشان معركة المعركة دي مش في الحسبان ده القرآن يقول كتب عليكم القتال وهو كره لكم وهيكونوا حد متخيل أن النبي كان خارج يحارب لا ده هو أبو جاهل اللي عمل تحدي خرج بجيش من مكة وراح لمكان بدر 343 كيلو قال والله لن نرجح حتى نارد بدرا أبو جاهل كان بيتحدى المسلمين نارد بدرا نوصل لمكان بدر نقيم فيها ثلاثا ننحر الجزر يدبحوا الجمال ويأكلوا ونشربوا الخمر ده أبو جاهل وشلطوا بشيحنا طبعا ويشربوا الخمر وتعزفوا القيان ويغنوا ها وتسمعوا بنا وبمسيرنا العرب والعرب كلها تسمع أن احنا رحنا نتحدى المسلمين في عقر دارهم عند بدر وبدر بنا وبين المدينة 143 كيلو فما كانتش معركة أصلا فربينا يقول كما أخرجك ربك من بيتك بالحق هل النبي كان يعرف أنه في معركة لا هل الصحابة كان يعرفوا لا أمال إيه اللي حصل اللي حصل إنهم لقوا نفسهم قدام أمر والقرآن يقول كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون سبحان الله نسأل أنا إيه اللي حصل في الموضوع ده وإزاي نتعلم إن اللي تخاف منه ما تلقى أحسن منه وإزاي نتعلم وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم هنعرف ده بمشاءة الله الفاصل ابقوا معنا بفضل الله تبارك وتعالى عدت إليكم مشاهدين الكرام أجدد لحضاراتكم التحية سائلا المولى تبارك وتعالى أن يتقبل منا جميعا صالح الأعمال اللهم انصرنا ولا تنصر علينا شهر رمضان شهر الانتصارات خرج سدنا النبي عليه الصلاة والسلام ومعه 314 صحابي من المدينة المنورة مش عشان معركة وجالهم الأخبار بقى أنه مكة بتتحدى ووصل حد بدر 343 كيلومتر بيعمل النبي عليه الصلاة والسلام طب الأسلحة والزخيرة كان معهم كفاية يعني كفاية إيه؟ ده الجيش الإسلامي اللهم 314 معهم النبي عليه الصلاة والسلام جيش الإسلامي ده كله 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 ما فيهوش ألا سبعين جمل وفرسين اتنين فرسين يا راجل يعني الجيش ده معهم فرسين اتنين وسبعين جمل يا سبحان الله طب ومعه كانوا بيركبوا ازاي كانوا يتعاقبون بقى عملين قرعة كده حتى النبي عليه الصلاة والسلام وده من أخلاق القائد العظيم شوف إذا كنت إمامي فكن أمامي إذا كنت أنت هتصلي بي إمامي بقى لازم تبقى قدامي فشوفنا النبي ما خدش فرس يركبه قال لا 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 أنا معاكو هبدل معاكو في الجمال يعني فجاء النبي عليه الصلاة والسلام أرعته القرعة يعني هو النبي عليه الصلاة والسلام هيركب الجمل ومعه سيدنا علي بن أبي طالب ومعه واحد من الصحابة اسمه مرثد ابن أبي مرثد الغنوي هيبدلوا على الجمل اتنين يركبوا واحد يسحب وهكذا فبعدين ركب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وركب سيدنا علي بن أبي طالب واللي سحب الجمل مرثد ابن أبي مرثد الغنوي خلاص المسافة المحددة بتاعته انتهت يلا مرثد يركب وحد ينزل يسحب فنزل سيدنا علي اللي علي الدور سحب خلاص انتهت المسافة بتاعته يلا يا علي علي بقى يركب مين اللي علي الدور ينزل يسحب الجمل يسحب الجمل النبي عليه الصلاة والسلام طب يعني لو أنا وحضرتك ومعنا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أنا وانت نرضاها يعني يعني نرضاها احنا نركب ونبي يسحب لنا الجمل لا طبعا فاللي حصل كده الصحابة الصحابة الأدب كله كان في الصحابة رضوان الله عليهم دول متربيين دول تلامزة الوحي دول متربيين على ايد النبي عليه الصلاة والسلام فسيدنا علي ومرثد قالوا يا رسول الله تنازلنا عن حصاتنا لك مش عايزينك تحبينك جامل يعني حقينا يعني متنازلنا عن حقينا تنازلنا عن حصاتنا لك تخيل النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم ما أنتم بأقوى على المشي مني ليه إن شاء الله هو أنتم تعرفوا تمشي و أنا معرفش ده أنا مش أحسن منهكم يعني ما أنتم بأقوى على المشي مني يعني ما تعلوش علي ده القوة والجمال كله سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ما أنتم بأقوى على المشي مني اتنين وما أنا بأغنى عن الأجر منكما شوف يا أخي بقول لهم أنا عايز أخد حسنات أننا ساحب جمل في سبيل الله ودي رسالة برضو بنوجهها لأنفسنا انزلوا وعملوا خير مسألة أنك تحط إيدك في جيبك وتتبرع بخمسمائة جنيه للجمعية الفلانية أو تمسك موبايلك وتبعت كم رسالة وتتبرع للمؤسسة العلانية يعني خير ده حاجة جميلة أول اللي أنت عملته واللي يبقى أجمل بقى أنك تنزل بنفسك وتعمل ده آه انزل بنفسك وروح للفقير وطيب خطره وغبر قدمك في سبيل الله يعني وانزل القرى والنجوع والعزب والكفور انزل وشوف الناس انزل لوجه الله شوف النبي عليه الصلاة والسلام بقول أنا مش عايز أفوت أننا أخد حسنات أننا ساحب جمل في سبيل الله وعمل كده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لحد ما وصلوا لبدر لما وصلوا لبدر طبعا احنا بنقول ان دي ما كانش معركة المسلمين فجأوا ان دي هتبقى معركة ومش مستعدين طيب البعض إليه والقرآن اللي بيقوله وانا اللي قلت وان فريقا من المؤمنين لكارهون طب يعمل ايه النبي عليه الصلاة والسلام كان خارج هو والتلتمة واربع تشر لمهمة فبلغه التحدي قريش وقال للصحابة ها نعمل ايه طب يال نعمل ايه رأيكم فعمل مجلس كده صلى الله عليه وسلم بيستشير الصحابة رضوان الله عليهم عشان كلنا لازم يعرف من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه المؤمن عنده صفة الرجولة المؤمن ما بيرجعش الورى المؤمن يتقدم الى الامام المؤمن شجاع المؤمن ما بيخافش طالما ربنا موجود المؤمن يقول كلمة الحق المؤمن لانه عنده حاجة اسمها الامان بالقضاء والقدر يا حضرات يعلم ان له رزق لن يعدوه لن يفوته لك رزق هتاخده ولك اجل لن يعدوك يعني ايه يعني انا وانت عارفين ان لنا اجل حيجلنا اه محدش ياخد الروح الا اللي خلقها ولينا رزق حيجلنا الرزق ده هاخد رزقي مش حينقص منه حاجة المؤمن عارف كده فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا لا استشير الصحابة يا جماع اشيروا علي ايها الناس انا صحيح خارج بكم من المدينة مش عشان نحارب فمن حقكم يعني انكم ترفضوا نحنا نحارب اشيروا علي ايها الناس نعمل ايه وده مبدأ ما استغنى مستبد برأيه وما هلك احد عن مشورة يا جماعة عودوا ولادكم انه في حاجة اسمها ناخد رأي بعض يعني بلاش بلاش احادية الرأي بلاش احادية الفكر سبحان الله ده ربنا بقول لي سيدنا النبي وشاورهم في الامر اتعودوا في البيت انه يبقى وامرهم شورة بينهم في اقل يا ولاد تحبوا نخرج فين يا ولاد تحبوا ناكل ايه طب نسمع الاراء شوف فالنبي عليه الصلاة والسلام استشار الصحابة اشيروا علي ايها الناس حارب ولا نرجع اشيروا علي ايها الناس الصحابة كلهم معادي فقام ابو بكر الصديق هو اول من تكلم ابو بكر الصديق رضي الله عنه فحمد الله واثنى عليه وقال خيرا طبعا انا وحضرتك اكيد عارفين رأي ابو بكر ابو بكر يقول للنبي لا اه ولا يقولوا لا استنى 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 احنا اتفقناش على كده او كناش عاملين حسابنا اه لا تغير الموضوع اتو كنت اخذني معاك في مشوار انا عايزنا من مشوار تاني لا الموضوع كده اتغير لا فقام ابو بكر الصديق فحمد الله واثنى عليه وقال خيرا طبعا النبي مش محتاج يسمع رأي ابو بكر ما عارفه طيب اشيروا علي ايها الناس فقام عمر بن الخطاب فحمد الله واثنى عليه وقال خيرا يعني احنا معاك يا رسول الله في هذا الاطار يعني فالنبي برضو لسه اشيروا علي ايها الناس فقام المقداد المقداد ابن عمر وقال يا رسول الله امضي لما امرك الله يلا تاكن على الله روح للحرب و احنا وراك امضي لما امرك الله فالذي بعثك بالحق لا نقول لك كما قالت بني اسرائيل لموسى بني اسرائيل قالوا لسيدنا موسى اذهب انت وربك فقاتل انها هنا قاعدون احنا معاك يا رسول الله ولكن هنقول اذهب انت وربك فقاتل ان معكما مقاتلون هنعم معاك المقداد ده من المهاجرين لحد دلوقتي كل اللي تكلم من المهاجرين تا فين الانصار انصار سكتين فالنبي قال اشيروا علي ايها الناس فقام بقى سعد بن معاذ ده يا حضرات سيد الانصار هو سيد الانصار سيدنا سعد بن معاذ فقال ايه كأنك تريدنا يا رسول الله هو حضرتك عايز تسمع رأينا يعني كأنك تريدنا يا رسول الله طب اسمع بقى يا رسول الله اسمع رأينا بقى شوف يا اخي سبحان الله العظيم فعلا وقت الشدة بتظهر المعادن صح اه وقت الشدائد بتظهر المعادن هات الدهب حطه في النار الشوائب تنزل والدهب يتنيه دهب يبقى دهب خالص المؤمن كده المؤمن مواقف من المؤمنين رجال صدق ما عهد الله عليه تعالي شوف موقف سيدنا سعد بن معاذ رضي الله عنه فبقول له كأنك تريدنا يا رسول الله يا رسول الله اسمع رأينا بقى لقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق وأعطيناك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة فانضي لما أمرك الله فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا البحر فخطه لخضناه معك ايه الجمال ده الرجل بقول للنبي والله العظيم والذي بعثك بالحق لو جت بنا في عرض البحر عرض البحر نزلت وإحنا وراك لو استعرضت بنا البحر فخطه لخضناه معك شوف الرجل وجماله ما تخلف مننا أحد وقوم بتخير يا رسول الله أن احنا بس لا 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 أنا بتكلم بلسان كل الأنصار فخطه لخضناه معك ما تخلف مننا أحد والله يا رسول الله إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء بص أنت حتلاقي صبر وحتلاقي صدق مش كلام يعني ما في ناس ساعة الكلام تسمع منه أحلى كلام تقول له إيه رأيك نعمل مؤسسة خيرية ونجمع فلوس والأيتام والمساكين والأرامل والمحتاجين والمرضى والمبتنين يقول لك شغال معاك من دلوقت لا صبق من دلوقت أشتغل معاك قال سبحان الله يقول لك كلام الليل مدهون بزبدة يطلع عليه النهار يسيح والشمس يطلع بقى تسيح الزبدة لا 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 الصحابة شوفوا سيدنا سعد بن معاذ يقول له إنا لصبر في الحرب هتلاقي صبر صدق عند اللقاء هتلاقي مصدقية مش كلام ولعل الله يريك من ما تقر به عينك والله يا رسول الله أنت حتشوف ربنا حيوريك إحنا هنعمل إيه في المعرأة شوفوا الناس وقوتها يا رسول الله انضي لما أمرك الله صل حبلة من شئت يعني إيه يعني اللي هتسلم عليه إحنا هنسلم عليه اللي هتعمل معا معهده إحنا هنعمل معا معهده واقطع حبلة من شئت اللي مش هتسلم عليه إحنا مش هنسلم عليه وخذ من أموالنا ما شئت و ترك ما شئت و والله يا رسول الله ما أخذت مننا كان أحب إلينا مما تركت يا ريتك تاخد فلوسنا كلها ايه الناس دول عارفين يقولك ايه فسر رسول الله يعني فرح ان معارك جالة شوف سبحان الله سبحانك يا رب عشان كده كل اللي حضر بدر زي ما بقول لحضراتكم خد وسام الإيمان من الطبقة الأولى بقى بدريا اسمه كده بدريا ده فلان بدريا اقول لها خلاص يا عم لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتهم فقد غفرتوا لهم دول ناس ربنا راضي عنهم يعني في مواقف كده تعرض لها النبي عليه السلام كل اللي كان معاه خد شهدت الإيمان من الطبقة الأولى زي ايه كمان يا حضرات زي اللي حضر صلح الحديبية مع النبي صلح الحديبية كل اللي حضر ربنا بقول لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة خلوني اطلع فاصل واعودوا الى حضراتكم بعده بمشيئة الله نحيا في رحاب انتصارات هذا الشهر العظيم وادوروا بحضراتكم في فلك معركة الفرقان يوم الفرقان غزوة بدر اتخذوا بحضراتكم بعد هذا الفاصل بمشيئة الله ابقوا معنا شهدين الكرام اهلا بحضراتكم مجددا مدرسة غزوة بدر دي مدرسة يعني انا ما قلتش سطرين فيها لو احنا نتكلم عنها انا ملحدش اقول حاجة في غزوة بدر سبحان الله وعقارب الساعة بتسابقني بس ما ننساش انه وما النصر الا من عند الله جميل وعشان نصل الى هذا النصر قال ان تنصروا الله هينصركم ازاي ينصر ربنا لما كانوا يسألوا الحسن البصري عن هذه الاية يا أيها الذين عملوا ان تنصروا الله هينصركم يعني ايه احنا ننصر ربنا ازاي ده هو القوي ده هو العزيز القادر المقتدر قال لا 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 ان تنصروا الله على انفسكم ينصركم على اعدائكم فاحنا شفنا ده في بدر شفنا الصحابة رضوان الله عليهم وهم عندهم تسليم كامل لله و لارادة الله استسلام لرسول الله عليه الصلاة والسلام ادي سعد بن معاذ يقول له لو والله يا رسول الله لو خط البحر البحر احنا معاك ما تخلف مننا احد فالنبي عليه الصلاة والسلام بشرهم الامة اللي فيها النماذج دية اللي فيها الناس اللي بتضحي بتضحي عشان خطر النبي عليه الصلاة والسلام الناس اللي ملتزمة بمنهج الله ومنهج رسول الله والله ربنا بينصرهم عشان كده ربنا يقول اذ يوحي ربك الى الملائكة اني معكم فثبتوا الذين آمنوا دول ناس مؤمنين وربنا قال يثبتوا الله الذين آمنوا الله لا يتخلى عن عباده المؤمنين يا حضرات ربنا لا يخذل عبده المؤمن ازاي عشان كده انا وحضرتك عايزين نطير كده للإيمان للتصديق المطلق وننصر ربنا على أنفسنا وما الصيام إلا إلا إنه يقوي هذه الإرادة هو أنا ليه بصوم وحضرتك ليه بتصوم إنه الصيام بيقوي إرادتك إزاي تمتنع عن الشهوات إزاي لما ربنا أقول لك امسك امسك افطر افطر سبحان الله العظيم ما أدفع ما أدفع الإمسك امسك خلاص امسك ما تاكلش ليه هو الأكل حرام لا مش حرام الأكل حلال الحلال الحلال بس خلاص دلوقتي يبقى حرام علينا ناكل مش لأنه الطعام في ذاتي حرام لا ممنوع أكل دلوقتي خلاص طيب يجي أذان المغرب افطر خلاص افطر سبحان الله تيجي الأخت اللي عندها أجازتها الشهرية لما تصوميش ليه حرام حرام أنها تصوم أنها تفطر ولا تصوم حرام أنها تصوم إزاي ده في ناس تاني حرام أنها تفطر سبحان الله هو الامتثال هو الالتزام النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما عمل المجلس الاستشاري ده وسر برد الصحابة بردود الصحابة ردونا على المبشرهم وإذ يعيدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم إما النصر وإما الشهادة طيب هتبدأ المعركة بقى شوف عايز ربنا يكرمك في كل حياتك في كل حياتك ها كل مضاف حياتك همضاف إلي عايز ربنا يكرمك ها دايما استغيث بمولاك مش بس أنك بتاخد بالأسباب النبي خد بالأسباب ها النبي خد بالأسباب وردت بالصحابة وردت بالجيش وصفه صفوف وكان اتعملت له خيمة كده عريش يعني مركز قيادة يعني غرفة عمليات ها فدخل النبي عليه الصلاة والسلام بيستغيث بربنا يا الله بيستغيث لنفسه لنفسه ولا للأمة ولا للصحابة ولا للإسلام والمسلمين عشان كده جاء النص القرآني ربنا نقول إذ تستغيثون ربنا نصرك الذي وعدتني أنت وعدتني يا رب اللهم نصرك الذي وعدتني اللهم إن تهلك هذه العصابة اللهم قريش اللي أتت بخيلائها بخيلائها وبطرا وكبرا ورئاء الناس يعني جايين بقى يا لما شفت تشوف احنا هنهزم المسلمين وكانوا تسعمائة وخمسين مقاتل اللهم أهل مكة المشركين فالنبي بيقول له اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد بعد اليوم اللهم فنصرك الذي وعدتني والنبي رفع أكف الضراعة بيستغيث بربه ويندمك في الاستغاث ويرفع يده عليه الصلاة والسلام ويرفع ويدعي ويتحايل على ربنا ويدعي لحد ما البردة سقطت من على كتفه دخل سيدنا أبو بكر في اللحظة دي ولا نبي بيستغيث بربنا فالنبي سيدنا أبو بكر شال البردة حطاه على كتف رسول الله وقال له يا رسول الله هون على نفسك هون على نفسك فإن الله منجز لك ما وعد مش ربنا وعدك عين صور النبي معاه وعدة من ربنا خلاص اكتفى بهذا الوعد ولا جاءت الاستغاثة بقى عشان كده حضرتك الدعاء له ثلاث أماكن انت ليك طلب معين عايزه يتحقق تمام ايه هو عايز ابنك ينجح مثال انا اخد المثال ده عايز ابنك ينجح يبقى تدعي قبل ما يمتحن أصلا وتدعي وهو بيمتحن وتدعي بعد ما يخلص فيبقى في دعاء قبل العمل وفي دعاء أثناء العمل وفي دعاء بعد العمل وتعود ده وخليها خلي ده ديدنك يعني يعني سنة في حياتك منهجك الدعاء قبل العمل الاذ تستغيثون ربكم قبل المعركة ما تبدأ طيب الدعاء أثناء العمل واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل شغال بيرفعه ربنا يتقبل منا شوف فأثناء العمل بتدعي ما بتبطلش طيب ربنا كرمك والمسألة انتهت ادعي برضو ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواب كنت عايزة تكلم أكتر من كده لكن للأسف الوقت مره بسرعة مع حضراتكم النهاردة بنعلن راية إنه رمضان شهر الانتصارات عايزة ربنا ينصرك ما هو النصر من عنده من عنده سبحانه عايزة ربنا ينصرك انصر ربنا على نفسك جاهد نفسك سلم نفسك لله خلي عندك مبدأ الشورى في حياتك ما استغنى مستبد برأيك وما هلك أحد عن مشورة أربعة دائما قدم الاستغاثة بربنا شفنا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ساحب جمل يعمل خير في سبيل الله قال صلى الله عليه وسلم من أراد أن تستجاب دعوته وتكشف كربته فليفرج عن معسر أسأل الله تبارك وتعالى الكريم في هذا الشهر الكريم وفي هذا اليوم الكريم أن ينصرنا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا اللهم انصرنا على من بغى علينا اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر البلاد يا أكرم الأكرمين صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك الله في كل من شاهدنا واستمع وتاب وانتفع والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته